قرابة الثلاثة ملايين دولار هي قيمة المبالغ المقدمة من هيئة الحج والعمرة للحجاج عن كلفة الهدي لهذا العام في سابقة لم تحدث في المواسم السابقة نتحمل كلفة الهدي كجزء من دعم الكلفة سابقا دعمنا الكلفة التي كانت ابتداءا للذهاب إلى الحج واليوم أيضا قدمنا هذه المبلغ الهدي ودعم لكلفة الحجاج من أجل أن تتيسر الأمور إن شاء الله لجميع حجاجنا اليوم تنتهي كل القضية التوزيع وعن المدرار المكاتب يتسنى لهم أن توزعها على الحجاج قبل الصعود إلى عرفات بواقع 200 دولار لكل حاج توزعوا عن طريق مكاتب الهيئة والمتعهدين في مساكن الحجاج بإشراف هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجان مالية ومحاسبية مختصة في هيئة الحج 700 ريال صعودي ما يقارب أقل شوي من 200 دولار تشمل المكتب كل الحجاج العراقيين بالإضافة إلى المكتب الإداري والطبي اللي موجود هنا لدينا طباخين لدينا وزارة الصحة بأنه أيضا الهيئة قدمت دعم لجميع حجاج العراق وأيضا من ضمنهم ذوي الشهداء بالتأكيد هذا مساعد الهيئة في دعم الحجاج من ذوي الشهداء وغير ذوي الشهداء مباركة وجهودهم طيبة في خدمة الحجاج بيت الله الحرام وشملت آلية الدعم والتوزيع أكثر من 15 ألف حاج في الديار المقدسة وتعتقد هيئة الحج والعمر أن دعم الحجاج وتقليل الكلفة سيخفف عنهم حجم المبالغ المرتفعة في السعودية الذي انعكس على مبالغ شراء الهدي وغيرها من الاحتياجات الأخرى من مكة المكرمة في السعودية سجاد الموسوي العراقية الإخبارية ترجمة نانسي قنقر